اشتركوا في القناة 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 لا قدر الله أما خير تبعث درون دون لبيغ ديكات تتكسر الدرون وتخسر الدرون هي مستعمل نخسر جنود دي كما خسرنا جنودنا معناها بالمفخخات مع تليف الأرض وغيره يعني اليوم في الميدان العسكري الدرون مستعملة في سكون أبيل سورش اندريسكيو للبحث والإنقاذ للتمشيط للدفاع كذلك دونك استعمالات الدرون هي عديدة عنيش في تونس عنا قانون يمنع استعمال الدرون وهل كليمي سيحو إلا غالط معناها هل هو يمنع للناس الكل وإلا يمنع الفئة معينة غير فئة معينة علشان نبك نقول زمالية لخطر دي معنا مشكلة إحنا اللي يخدموا في الإعلام ممنوع أن نستعملوا كاميرا كي من هذه باش نصوروا كليب ولا باش نصوروا ديبلون من الفوق ولا حاجة ممنوع أن نستعملوا كاميرا كي من هاك نوضحوا حاجة سيعة فما برش أشخاص في منابر ولا في كل ما تسمح لهم الفرصة يقول لك ليه الدرون ما فميش قانون يمنعه صراحة وضحوا سيعة لومور هو تشريع خاص بالدرون في حب ذيته ما فميش لكن فيما نصوص أخرى اللي كانت هي لسيذ جوهديك وإلا هي السند المنع هذيك مثلا نعطيه القرار المؤرخ في 6 أبريل 1995 هو قرار مشترك بين أربع وزارات وزارة الداخلية وزارة النقل وزارة التجهيز والإسكان ووزارة السياحة وصناعات التقليدية القرار هذي يتعلق بممارسة الأنشطة السياحية والإشهارية قصد التصوير الفوتوغرافي وإلا التصوير الشمسي هو قرار متكون من 18 فصل ويحدد شنو ما هما الإجراءات للحصول على الترخيص أو ما يعرف باللوتوغيزازيون هي المشكلة كلها في الترخيص هذيك وفي الإجراءات المعقدة والإدارية اللي لازم كل طالب متعودين في تونس على إجراءات المعقدة؟ نمشي وزيدا وين نرقاو سند للمنع هذي نرقاوها في مجلة الطيران المدني اللي عنا الفصول من 145 إلى 149 تحدد التتبعات الجزائية اللي تسلط على من يخالف مثلا من لم يحترم إجراءات الحصول على ترخيص وفيها عقوبة سجنية توصل تتراوح بين شهر وثلاثة سنوات وعقوبة مالية بين 12 ألف دينار إلى حدود 40 ألف دينار على درون هي لم توجه مباشرة للدرون لم تعلم ولم تذكر لفظ الدرون ولكن توفي تونس حاليا اتخذنا من هذه النصوص كسند للمنع فيما يخص الدرون وعليشنا منعو فيها؟ هو كل القائل طواءنا مثلا كوزارة سياحة ولا كوزارة داخلية ولا بنعرفشنا أي هيئة تبعة الدولة ما نستعملوها للفلاحة كما انتي قلت للزراعات الكبرى باش نصوروا نمشتوا معنا الجبلة مليان بالإرهاب ولا غيروا علشنا منحها أنا؟ علشنا منحها؟ اللي هي تنجمة سهلي برشا حكاية في الدولة متاع هو المشكلة دي ما في العقل هي طواء انشي كنا حكي على قرار سيغة عام 1995 وقتا ما فهمش الدرون نصلا مجل الطيران المدني 1990 ما فهمش الدرون في حكاية أخرى نحكيه على طيران آخر الدولة تفرض في تمشي إداري مع وسيلة حديثة وتكنولوجية فما تنيقض كبير تقولي انتي علش المنع هو شوف حكاية الترخيص موجودة في العالم أجمع شنو اللي يفرق بين تونس والبلدين الأخرى هي صعوبة هذه الإجراءات والتعقيدات الإدارية اللي موجودة اسسانسيالما وبالأساس يقولك الدرون هي وسيلة قادرة أنها تستعمل بغيية تجسس شفنا في أفغ ما عندهيش برشة جو بانس عامين هكيه كيفيش الدرون وصلت على منزل سيد رئيس الجمهورية ووقع اتخاذ جميع الاحتياطات والانسبيكشون وقعت على الدرون هديك اتسا تغا دونك الأسباب كانت أمنية وقرار خمسة وتسعين زيدا كيف كيف نلاحظ فيه أنه تم ترجيح الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات السياحية والتقنية والترفيهية اتسا تغا اليوم جستمو اليوم لازمنا ننظر للدرون من منظور آخر راهو الدرون هو سلاح ذو حدين كيما ينجم يستعمل لغايات تجسس وأمنية نحنا مع الضبط والتقنين بالضبط نحنا منحبوش الدرون تكون مسايبة لكن كذلك وجب الحط من هذه الصعوبات الإدارية الي اليوم أوليت عراقيل معاتش ضوابط فنية ولينا نحكيه على عراقيل كاريمو هو سهل برشا نجمو احنا منعرشنا شركة انتاج كيما الشركة مثلنا ولا غيرو اذا كان هي شركة مع تقيمة الذات عندها بارمجها عندها دي برودوكسيون بتاحها نورمال ما من الباديهي يكون عندها اوتوريزاسيون وإلا من حقها تملك الدرون باش تخدم بها خدمتها كيما اي تلفزة كيما اي حكاية الفلاحة مثلا نعرفشنا اذا كان لازم تقول زراعة الكبرى مش اي فلاح يمكن يملك الدرون اما على الاقل هيئة معاينة متاع الفلاحة نمشيو ناخدو من عندها كيما الموبيدات عرفت نمشيو باش ناخدو نشريو موبيدات نمشيو باش نكريو الدرون هذي كان نعرف اين اراهي من الوقت الفلاحة الفلانية باش يستعملها للغاية الفلانية معنا نصور هكا اسهل او ازين معناها نو هو اللي اغرب مش اي حد يملك خاطر بالحق خاطر كل واحد تصرف امتاع واحد شريو درون بعشرة لافة فرنك خاطره ما من الصغير للكبير باش تجسس على داره في البيسي على دار جارو ولا ما نعرفش نقول واحد المنتال يتمتاع اما على الاقل انقنوها بطريقة محلة يعطيك صحة فاطمة هو جستما المثير للتعجب اكثر كما قلت انتي شركات من المفروض دي بوادو بخودكسون وعندها الحق في امتليك الدرون كنرجو احنا القرار 95 الفصل الثاني شي قولك يعطيك شكون اللي عنده الحق في انه يطلب ترخيص للحصول على درون يقولك راهو هذي يتعنى به المؤسسات للزيتابليسمان التي تتعاطى انشطة التصوير الجوي او السينيماتوغرافي مع تعرضهم الحق هذو ما المشكلة من بعد في اللوتوريزازون هو في 2016 احنا فرحنا شوية معناها جاي مشروع امر حكومي السيد الوزير الاسبق وزير النقل واللوجيستيك سيد معاس شقشوق اعلن عن انتلاق استشارات عمومية في 16 فيفري 2016 ودعا كيفة المواطنين والمواطنين التونسيين الى الاطلاع على مشروع هذا الامر اللي يقنن عملية امتلاق وحيزة واستعمال الدرون احنا فرحنا لكن ما رعنا بالاتلاع على مشروع القانون هذا اللي فيها ما شاء الله 92 فصل 37 صفحة على درونة 45 كلمة ترخيص فما ديزان تغنى تسميوه بدستور الدرون معناه احنا فرحنا هو مشروع امر كان بشي نظم الدرون ولكن في حقيقة الامر وبعد قراءته كان الزجريا تضيقيا يعني بدرجة اولى اجراءات معقدة شي يقول لك المشروع الامر هذي يقول لك راه مواجه للمهنيين اللي بخوفيسيونيل واللي عندهم اجراءات تحكمهم وبالنسبة للي درونة الوزير ولا نسميوهم الدرونة الترفيهية ينجم يطلب شخص انه يتحصل على ترخيص ولكن لازم يكون في اطار جمعيات نقرأ الفصول احنا نبهته يقول لك وزير النقل لازم يتشاور مع المجلس الوطني للطيران المدني بعد التشاور مع كيفة الوزارات وزارة النقل وزارة الدفاع الوطني وزارة السياحة وزارة الثقافة وجميع الوزارات مش تيخوا انت ترخيص اولي من بعد تشوف انت عندك عام بيش تستكمل اوراقك والرخصة هذية اني فلابلكو معناها البحكو تجديد يقولك بمطلب مجرد ولا نجمون سهل هو روق تحب الحق معناها عندهم الحق يعقدوا في الامور هذية لخطر درون اسعار هي فما صغيرة اللي حانا قد تصل حتى بانوغو دوزغو تلقى درون معناها الله احلم الوحد بشي نجم يستعملها كيما تلقى زيدا الكبار بكل اللي نستعملون من زراعاته وغير ما فيها بيس نجيو مؤسسات معروفة عباد معروفين في الدومينة بخطوة الثقافي ولا الفلاحي ولا غير وفما ناس معروفين فلاحة معروفين هاي ايتا معروفة هذيكم يكون عندهم الحق في امتلاك الدرون واستعمال الدرون على اقل انا الدرون هذيك كينا لقاها نعرفها متاع افلان متاعك هذيك هو اللي بش نحاسبه مش الحق المتعربي انا بدي ضد انو الدرون تكون معمى على تونس الكل واي حاد ينجم يملك الدرون هي فكرة التقنين مع الحد هو شنوه مثلا كي تقرأ مشروع الامر الحكومي هو الاسبخي متاع المشرع في شنوه لازم يكون لازم تكون تحط قواعد قانونية على باز هي تبيح والمنع هو الاستثناء احنا كي قرينا مشروع الامر هذي ولو خييي الينا ان المبدأ هو المنع والباقي الكل مبيح كما انت توا حكيت حاجة مهمة برشا قلت احنا هيئات معروفة نرمال مو يكون عنا الحق في تلك الدرون كيف كيف الفوتوغراف بخوفيشونال اليوم المعتمدين كيف كيف فماليستا فيهم هما معروفين اليوم الدرون راهي قادرة برشا بشتخدم ميدان السياحة دولة تونسية تصرف في برشا فلوس على السياحة نبسطو معناها بلغة اكثر اليوم السائح اجنبي بش يدخل على اليوتيوب وما ادراك ما اليوتيوب اليوم نعيشو في منصة رقمية يعني بش يدخل بش يلقى فيديو بلغته هوا تونس كما لم ترها من قبل هيدا ما يستقطبش السياحة هيدا يستقطب وهيدا يساهم برو موووار لطوريزم ويساعد في اذيك ليفيو بانوراميك والاخراج الجمالي والاستيتيقي لتونس هيدا الكل يستقطب ويخدم السياحة ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ان شاء الله يا ربي نقنوا بالقدام يعني هنا نعرفوا كيفاش نقنوا وكيفاش نعطيو ليش كون نعطيو امتلاك والاوتوريزازيون متاع الدون مخصيبوكو دكتورة موني بالعيد الموحامية نمشو بحضة الشيخ فاتحية مخصيبوكو فاطمة كما تشوفو انا طوا مستعدة بش نعمل هات جيجة هذية اللي بش تزوز للكوشة لابسة ساشي طريقة سهلة وبسيطة نجي نحط له فيه في الساشي نحل الساك بتاعي نجي نحط فيه شوية ثوم الثوم انا مرستو دجا نحط عليه شوية ملح ما كثرش شوية فلاكحل كلو في وسط الساك معناها منيش مستحقة بش نفوح الدجاجة البره ومبعد نحطها في الساك نحط هذية الكل نخلطو مع بعضو نعمل عليها عصرة قارص بهية القارص يعطينوكها بسهولة تماما هي اللي بش تزوز طريقة سهلة كلو في وسط الساك انتو احنا في العادة نبداو في شقالة ونحركوا فيها ونبداو مننا ومننا وحلي الساشي وحطها غوتي في الكوشة هذية جي غوتي بننا طريقة سهلة برشا كيما نشوفو نخلطو الساكة كي وحدها بسهولة تماما حطو شوية زيت هي اللي بش تدهننا الجيجة متاعنا هذا الكل كيما تشوفو في هاكا نجي ناخو الجيجة الجيجة متاعي بطبيعة من عند امليحة نظيفة وامورها واضحة سقيها مربوطة امورها واضحة بالقدي بالقدي ونجي ونحطها في الساك فما تكنيك ديما نحب نقول عليها وديما تطيب الجيجة تطيب على ظهرها وإلا على صدرها عليش نحب نوضحها على خاطر الجيجة في العادة كينطايبوها ديما تجي صدرها شيح معناها العباد برشا تهرب من البلونت بولي يقولك يجي صدرها شيح ياسر عليش على خاطر احنا كي نحطوا الجيجة ديما نحطوها قاعدة هاكية على ظهرها ونشوفوا فيها ديما صدرها الفوق وظهرها من اللوطة الوقت هي الجيجة كيف تطيب كسوسوها في الساك وإلا غوتي في الكوشة وإلا كيما تحبونتوما وقت اللي تطيب مقلوبة هاكية معناها ظهرها الفوق اكل الجي متاحها الكل يدخل في وسط صدر متاحها ويقعد صدر هو اللي ياخو الجي متاع الجيجة على طول ما يطيب وهو إلى بصغ بنقوله يجبد في كل جي الماء متاع الجيج كله يدخل في البلونت وكيفية وقت اللي نقصوه نلقوه هراوي ما نلقوه الشيح الغلطة ديما اللي نعملوها غلطة ولا عادة ولا كيما نحبو نحسبوها أنا بيدي كنت ديما نعمل كيما علموني نجي للجيجة ونحطها على ظهرها هاكية تظهر لي أزين تظهر لي محليها يجيز درها شيح ياسر ويجي معاني هنا بدأ نهرب من البلونت بولي على خاطر الشيح متاعو من اللي وليت نطيب فيها معانيها نفوحها هكا في الساك كيما تشوفو فيها هكي ويدخل في وسطها رو اللفاح ما تقولوش ما يدخلش في وسطها بالقدي نجي نربطها الساكة ذي بالقدي نخرج منها لهوي ونعملها ربطة بهي نسكرها في بعضها ونبعد نحطها اصدرها من اللوتا واظهرها هو اللي للنار الفوق باش قد ما تيب يقعد يقعد الاصدر متاحا يخو في الجو متاع الجيجة والقغاء متاع الجيجة ألو انا هذي نربطها نربط الساكة الولينية وحدها ومبعد الساكة ثانية وحدها باش ما يتسايبوش في الكوشة كوشتي قاعدة تسخن مية وتسعين درجة نحطها التيب مدة اقل حاجة ساعة من زمان وهي التيب في كوشة قد لكم سخنتها مية وتسعين درجة ألو انا هذي نحطها في الكوشة وبعد نرجع مع بعضنا نشوفو هالموس متاع التن كيفاش بش يكون باش نحضروه مع بعضنا في وقت قياسي خلي لك كلمة فاطمة ونرجع مع بعضنا شكرا لك شيف خلينا نتحدث عن الفو بلافون مع ذوحال حبشي نوتر ديكوراتيس ذوحان بكري قتلي متعرفة عن الناس اللي فما زوز أنواء متاع فو بلافون ومحتم فما بارش أنواء دانك اللي قول فو بلافون أول حاجة جي على بلنا هي الجبس اللي فما بارش أنواء أخرين بخليف الجبس نحكيو عليه من اللول ومبعد نحو نحكيو شوية على الجبس وبلكو بلاكو بلاكو بلاك جي ب disgrace نحكيو حالدة جيباجرني شركات ايجابيات أكثر الموظفة. إيجابيات يتم تحديد المعارضة. وإنهان الموظفة أنه لا يوجد المساعدة. النوع الثاني هو البيكس. كيف تحققية نتشركة ميتالية؟ يجب أن تحقيق البيكس في برشة الوائعة أو برشة الوائن؟ ويجب أن يذهب محرطة بسهولة ويجب أن يذهب للمساعدة في هذه الأمام التي توجدها. أكثر من خارجينا موجودة الجوية هذه الأنطاقة. ما هي الأزائيل الضقافة تتمكنون بالفتاح يمكنك أن تسأل عبارة الموجودة التي يسممها تسممها with this door وهو yeah, وهو اخبار لتخلق على توار تندري هو مباراً إنه يبدو أن تشاهدين على نفس كيف 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 تشاهدين على نفس المروح مع بعض الآخرين الذي يشاهدونها وأنه يبدو أنه يسرحون ومع كانت سعيدين على نفسه لذلك نعم على نفسه نعم نعم، نعم 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 في البلافن بوا هذا هو يمكننا أن نعم نعم كيف يمكننا حدث المشاهدين وإنه يتشاهدون منهم أو يمكننا حدثهم البواد وهنا نعم 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 تشاهدون هل يستطيع التعامل على الاربية من المستخدمين؟ لديها المستخدم، تحسين جداً. سوف نحاولها، لا تزال لاغتك. والإعادة مناطينا، واضح للحصة على المستخدمين. برشة ! كانت حتى في المستخدمين على الوصف؟ بالنسبةً وُبعا كان هذا كديراً. نحن نقوم بعمل الإيطار من المجال المساعدة. نحن نخدم ظهر قليلاً، لإمكانهم كيفية تؤمن المطقة من المساعدة للعاصف والسلطة من الدافع في الخليفية، لن نجم نعمل لهم بخليف الجبس. نعمل الجبس المعروف لذلك كل هذا؟ في الظهر يوجد الجبس العادي بأن الجبس العادي ويوجد البلاكو بلاتر. الجبس العادي بشكل طريق جيد أو نقش كبير من الزخر مثل العربي يوجد بشكل كلاسيك في مولور أو بعقيته. ولكن البلاكو بلاتر أسهل في التركيب و أسرع و أنضف يطلب استركتور ميتاليك و البلاكو ممتاع جبس يتفكسي في استركتور إليك ونخدم بهم لفرم ريكتينييني، معنى المستوين، الخطوط المستوين كاري، ريكتانج، نخدم جيد نيفو، نخدم لك الرجان ديريكت كما قد لك الأفانتاج متاعو أنه أسرع و أنضف في التركيب ولوحكو الأخر يسايد شوية وصخف من الأعباد تسألك كيف نجم النظف؟ دعونا تقول لك أو لا عندك حساسية شوف دارك فقط قول و لا يداري مفايا حتى شيء مثلا يسعف حساسي مثلا لا نحسو الشيء المنظيفي و منا نفس الشيء المبنى مثلا لا نسعني فوق بلاتر يخب في ساعة المنظيف كيف يجب أن نعرف هذا المنظيف و مصخ؟ هاية وقت تتعرف الإزولation أول حاجة مالول إذا نحن إتاج عن السالة باع الفوق يجب أن نكونوا عاملين ترمو نتنشيتي متاعنا و orange بالك يستطيع راحت العمل ولكن الوضع الجديد كنت يومهم النشارج ترى فرموتورين ويصبحوا دخول نفسهم نسيجوا في الأخلق و ثدوا عادي وزيجوا ترى وضع أنه يكون لحصول المفات والدول لحصول المفات أتحدث بشكل جيد كما تشعر في الزمان مثلاً يساعد على البلاك والبلاتر. كما يتحدث في البلاك والمتاليك. فهو يمكنك تشرك البلاك والزيادة. لذلك الشيء يجب أن يكون لدينا فيها. وطاقة الجبس وزيادة أو الأخرى تشرك بكافي. بسبب التواصل المستخدم في أخرى أو تشرك بأخرى أو تشرك بأخرى. ومع ذلك الشيء يوجد تشعر حولك على المساعدة. فهو يخبرون البلاك والبلاتر وزيادة. بانت بوردور 30-40 سنة على دير سير فيها هي إكليراجة اندريكة دائر الإكليراجة اندريكة تعتمد على الاسpect انو السقف عالي صحيح كيف كيف لفرم زيدا من عموشك اللي فرم اللي كمبليكي برشا ياسر دي كاري ولا دي سركل في بعض هكا كي تتخل لإسپاس تحس روحك أما يبدأ إكراسي ولا تلما شارجي ما تحس روحك مرتاح فيه دنك ده برفرم سمشيو اللي فرم ساعة ريكتليني والإكليراجة اندريكت دائر كيف كيف عمدو قيمة إزاين برشة الإسپاس حيح على قطة دفوع ما تليفوا بلافون تقاش فيما إكليراج العابد هو اللي يجيب تامش يدخل في داره جديدة ولا حاجة وقته وحبي يزيد الظو وغيره دونك هني انتي باش تنصح نوعين طعب الظوك تعرف أنواعهم بش ربكتليني تحكي على الإسپات ولا الإكليراجة اندريكت كيف كيف الكل معده شنوة أنا لزمي نستعمل ويجيب ان تنسبح ما بين النظام ويجيب ان تقاش بتنسبح ما بين النظام والنظام وحبينا تعمل الإسپات نعم إنشارت وحبينا إن انا مستعمل لكن يجيب ان ترغب لما تحديد للتواصل لكنهم يشبون كل شيء دونك المترجم أو المترجم نعم ستكون لديهم تتاريخ عن التطبيع لذلك يبدو مقرأ وحبينا أيضا وهذا يشبوني يسعجب الخقش وميش نعم ومسر ومسر يتبادل، يتطور، يتقاش روح كواقتها محصول في موديل معاين. نعم تكي الصحة دوحال حبشي. نعم شو سيدة عندك ما تعلق على الفو بلافون؟ حاجة مزينة برشا. ايه. وصافي دو بيان هكا تسمع من اختصاصات اخرى. وصفري فاما ديمو تكنيك هكا. جاريف باتخو اسرني. ياما ستخيز انتريسا. نعم تكي الصحة. نعم تكي الصحة. نعم تكي الصحة. نعم تكي الصحة. ما انا توى باش نعمل الشربة متاعنا. اللي هي شربة بالدويدة. الشربة وحدها والدويدة وحدها. لكن هما بشي جي ومخلطين مع بعضهم. اول حاجة نعملها. نصب شوية زيت. هو اللي بشي تقلى فيه الدويدة والشربة. ما يعنيش بش نعملها مفورة بش نعملها مقلية. انجي ناخو الدويدة متاعنا. دويدة وردة. يسميوها الشعرية. معناها خطرها شفدان. يسميوها شعر. هذيك عليش. كيف قولوا لها شعر الملايكة. ناخو شوية الدويدة نحطها. نقعد نحرك فيها حتى لين تولي لونها يعطي ع الدوغية. يزمها تولي لونها تحمار شوية. هذيك اللي هيعطي الخاصية متاع الدويدة هذي. كونها تبدى مقلية ومزيانة. تبدى لونها دوغية بالكدي. وتقعد فيها الدقرميشة. ما تتنحاش. خطرها تتقلى بالقدي 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 في الزيت. ونبعد نرمي عليها الشربة. الشربة تتقلى شوية بركة. ونبعد نمرق هذو ما الكل. نفوحهم شوية ملح فلاكحل. ما نحط لهم شكركم ما كانش يبدلوا اللون. ومتاع العجين بتاعي. نحط جوية شوية ملح وفلاكحل. وإلى اللي عنده ان بوين. بتاع كركاس. اللي عامل الجيج مثلا في الدار. ديزوسي ولا حاجة. ينجم يحط الأعظام بتاع الجيجي تيبو بوين. يمرق بالبوين. وإلى اللي يحبو نوتخ. أنا كوم عندي الجيجة في الكوشة. نحبها نوتخ للشعرية بتاعي. هذيك عليش باش نخليها. باش ننسقيها جزت ملح وفلاكحل. وشوية الماء. كانت تحبو تحطو لها ورقة رند باش تفوح. وقلعو تقرفها. هذيك هيرجعو لكم لكم انتوما لاختيار. أنا هذي. نقليها حتالين الحمار بالقدة بالقدة. باش نخليها على النار. انترطان. أنا باش نحضر مع بعضنا. باش نعملو الموسوطان. الموسوطان. النجمو ديما نبدو يدهوني ويدهوني راهو. مهوش صعيب في الكوجينة سوختو. كيف نتنظمو يبدع عنا ماتيريال مزيين. رانا ننجمو نخدمو برشا حاجات. هوني عندي تن الموجة اللي بزيت زيتونة. توتشوفو عليش خطرت اللي بزيت زيتونة بالذيت. أولا زيتو خارق للعادة. زيتو فيهرش اكستغا فيهرش. الميزة متاعو كونو مفوح بالرنق الجبالي. ونعزرو للتن انتية شبيب مزيين. مفيهش الميات مفيهش حاجات زيدة لكل. الملح متاعو اكيليبري حاجة مت ميزة مزيينة في تن الموجة. فما منو بالمي اللي محبش بالزيت. اما انا في الموسو تن بتاعي لازمني زيت على خطر يلزم الموسو تن تطلع. كما المايونيز هي. بيش نحط لها قارس شوية ثوب شوية ملح. ونحط لها غوتة غوتة متاعي مريح. هذو ما كل نضربهم بالمكينة اوفيزة. حتى لين يواليو موس كاملة متناسقة. وش بيبه هونية. حتي تحوك التن بتاعي كيما تراو فيها. هذي بيش تعملوها كيما. كيما لي توست. نحطوها في سحن. وانا ساعة ساعة نجي ونحركوها. ما متغفلوش على العدويدة بتاعكم. نشوف فيها كيفيش بديت تعطي عالكو لغ دوغي. ما ساعة ساعة تحركوها راهو تنجم تقعد عالقاز. وانتو ما تخدمو في حاجات اخرى كيما انا عاملت. هوني نجي. نشوفو فتون قداش مزياد. نحط عليه القوتة. القوتة مريح. نخترت قوت مريح على خطرها ما فيهش يسر ما. على خطر الكاليتة متاحة خارقة اللي عادة على خطر فيها. هي مخدومة بالحليب مية في المية. على خطرها معصورة مليح. خطر الحليب متاحة مفروز. ما هوش حليب من اي بقعة ياخدوه. اذيك عليش انا في الحاجات اذو ما. ناخو حاجات متميزة. من بقايع معروفين. باش نجني باتسو قيز. معانا هاك المفاجأة لي هاي باهية هاي مش باهية. اذيك ما عنديش في الحاجات متاحة. نحط عليها عصرة قارص صغيرة. هذي الكل عندي الماكينة يفيزة. نحط نرحيهم حتى لين يوليوا موس متناسقة. نكمل بعد نصب عليهم بشوية بشوية. ازيزيتونة انتا اللي. نحط نزيدوها بشوية زيت. وبعد نذوقوه لها القارص متاحة. نزيدوها زيت بشتطلع كيما المايونيس قوت لكم. وراحي الزيت هو لي يلحمها في بعضها. نرجع للدويدة بتاعي تشوفوا فيها كيفيش حمارة نجي ونحط لها الشربة هوني نصب باكو واشتر شربة الشربة بتاعي بطبيعة وردة هذو ما الكل نحط عليهم شوية ملح شوية فلفل هكحل ونسقيهم بالبويواغ المي متاعي يغلي نسقي بيه بعد لا نخلط بالقديسة هوني نخلط هذا كل مع بعضو بش تشربة تمس الزيت وما تسيبش انشام تاحا نخلطهم هذو ما بالقديس تشوفوا في الدويدة كيفيش حمارة وليت كيما شوفدانج كيما اذاك عليش سميها شوفدانج خاطرها تبدأ دوغي واحنا نعرف ويقولوا للملايكة دي ما عندهم مشعارهم أصبر الله وعلم هذي هي الشوفدانج هوني خلط تمليح مليح نجي ونصب الماء اللي بش يمرق هذا الكل وتقعد نغتيها ونحطها تتجمر حتي لي نتشرب مها الكل ما غتيه منعبي هاش يسر بالماء جس تتغم تغمت بالماء الركح هذيكا نقص النار ونخليها تتجمر ما احنا توصلنا للفاصو ناج بتاع الكعك هذيه انا قلت لكم لي ما يزمشي تعرك ماء جس نقلبوه هكا فوق البلونت خافاي بش يلم بعضو كيما تشوفو هكيه راهو الكعك هذيه قد ما يرتاح قد ما يولي شباب قد ما يقعد يخمر نقولو يخمر احنا يتنفخ قد ما يولي كعك مزيان ياسر اذا كان يتلسق عنا معون بزيت بحذينا نحطو يدينا في شوية زيت اذا كان ما يتلسقش ما حشتناش نعملوه فتلة كيما تشوفو هكيه ديما كي نفتلو ما نفتلوش هكي نفتلو هكي دينا هكيه علش على خاطر كي نفتلو هكيه يقعد بقعد سوابع تقعد لمواجه احنا سوابعنا مهمش مساكرين ديما لازم فيهم حلة كي نفتلو هكيه بجنب معناها الفتلة تمشي وجيه تتبرم جيه مزيانة ونقصوها كيه بزوتين معناها كل تقريب سابعة ثمانية سانتي نقصوه اذا كانت تحبوه كعك صغير اذا كانت تحبوه كبير كل عشرة اثناشين سانتي تقصو نجيو نعملوها الفتلة نرتبوها هكيه نهزوها الكعكة بين سوابعنا نحطو حرف على الحرف كيما تشوفو هكيه وننزلو بالبوس ونحطو في الطبق والكعكة تشد بعضها نعود لكم كعبة اخرى جيست ما نحلهيش راهو بعد لحليتها انا هكيه جيست نقرقبها هكي جيست بيش تستويه اذا كان فيها بقعة اعلى من بقعة ولا حاجة تظهر نهزها بداية الاثنين ونحط ندورها الكعبة على الكعبة ونحط سبعي الثاني مع البوس وننزل كعبتي حضرت ونحطها هكيه في الطبق بالسياسة هذيه اللي يسميوه كعك فرينا وإلا كعك مرمرة فما ليحب يحط فيه حبت حلاوة وإلا بسباس نعرفوه بالبسباس وبحبت الحلاوة نعرفوه بجلجلين زيدة وكل واحد شنوه يحب يحط فيه وفما ليحب يحط له كعبة لوزة على وجهه في التسكيره اذا كيقعد لكم الاختيار لكم انتو ما راهوا الكعك هذي يحب السخانة معناها كوشته يزم تكون من الميتين درجة واكثر معناها اقل حاجة يزمها تكون ميتين درجة وتعسوا عليه وقت لي يحمار بالقدي تخرجوا الكعك بتاعكم ويبرد وتاكلوا بالشفاء انا نرجع بعد نشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت نخلي كلمة الفاطمة مرسي شيفو قايت باش نحكيو على ياسير اكس بخيس اللي هزنا اليوم لسفيقس باش نطعمه وقلبنا في غستورون لغاكلات اللي نلقاو عندو برشا شوا في الماكلة اللي تختارها ولي تحب تطمع تتاكله انتي والعزيز عليك سوى في خدمتك وإلا في الدار معليك انت اللي شرج لابليكاسيون ياسير اكس بخيس وتحط لوكاليزازيون بتاعك في سفيقس وتختار لغاكلات وتختار من المنو ايشنو تحب يوصلك في اتقائق ياتيوم الصحة ياسير اكس بخيس وميرسي بكو لغاستورون لغاكلات فصل ونر ما اسمحت شيف مس هل هل بنا التوينزا كيف يحكيوا على ميك لابنينا يقولوا طايبة سلا سلا وتن البدر حذرناه سلا سلا امحذر بتريقة تقليدية امرقد في احسن زيت زيتونة اغني باللوميكا تخوا تن البدر صحة ونكه وبنا عرفتش توصر تن البدر وهل يخفى القمر وردة صرنا لبحبة كيسقلوك على الاصل الطيب كلهم ارض طيبة واحنا توى اكثر من 23 سنان نخدموا في ارض كريمة بجهدنا ويدينا ومن ما زارعنا نجمعوا حليب صافي من احسن ما تنتج الطبيعة ونزيد ناقف عليه في مصنعنا الضمان جوته العالية خاطر هو الاصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الاجبان اجبان مرياح سرها صنعت لدين حرفة وطقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لي كل حركة مهمة كل شي محسوب بج نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويمل العين ومهما كان نوع جبن نعطيوه حقو ياخو وقتو وبلاستو ونتبعوه من اللي حذرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم وبأحسن ما ننجو انو ادوكم وين ما كنتو على خاطر بينا امنتو وعلينا عملتو اجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين سياغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيات وللناس المغرومة بالطبخ سيارة تحط على زمتكم ايكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ملا زورونا في المنزه 1 والحمامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر